اشتركوا في القناة واول ما احب اضاحه انني لست مشغولا بما يعده البعض ويرتبه لسحب الثقة مني بعد مضي سنة من انتخابه لست مشغولا بهذا لان المصير معلق بامر الله اولا ثم هو معلق بالجمعية العمومية التي اثق ثقة اليقين انها تعرف ماذا افعل فلست مشغولا بهذا على الاطلاق ولكني مهموم بقضايا المحامات ومهموم بقضايا المحامين وجدت من الاحداث ما استدعى ان ادعى امس الى اجتماع طارق لهيئة المكتب حضره سبعة من اعضاء الهيئة وتخلف الباقون وباكتمال النصاب تم الاجتماع وتناقشنا فيما نصادفه هذه الايام بدأت صورة جديدة على نقابة المحامين وعلى المحامات وعلى المحامين ان توجه السبابات والشتائم والانتقادات الى مجلس النقابة من خارجه هذا امر معتاد انما ان يخرج احد اعضاء المجلس ليتحدث على الانترنت او على موقعه الشخصي ضد احد زملائه اعضاء المجلس او ضد المجلس او ضد النقيب فهذا لم يجري به عمل من قبل ولا يمكن قبوله من حق اي عضو ان يبدي ما يشاء من انتقاد واعتراض داخل نقابة المحامين انما ليس من حقه ان يخرج الى الساحة وان يتحدث الى الاعلام ناهيك بشبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لان هذا يؤدي الى التدمير والى التدمير كل نقابة المحامين وتدمير المحامات لانه ليس 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 بعيدا عن احد مننا ان المحامات الان لا تعيش في ازهى عصورها وان المحامات اختلت صورتها والمحامين في عيون الناس وصار لزاما علينا ان نعاود التقدم الى المحامات لنصح هذه الصورة ونقول للناس اجمعين من هي او كيف هي المحامات وكيف المحامات افشع ما ظهر وانا مش عاوز اسمي اعضاء لاننا لا ارغب في ان اسيئة الى احد وان كانت الاجراءات القانونية اذا لازمت سوف تتجه الى مرامها احد السادة الاعضاء نشر ان نقابة المحامين وفيها ايماء ان احد اعضاء نقابة المحامين خد مئة الف جنيه لقيد اربعة لواءات شرطة في نقابة المحامين لو هذه القصة صحيحة يبقى كان واجبا على السيد عضو المجلس ان يأتي بها الى المجلس وان يبلغ النقيب ليفتح تحقيق لنرى هل هذا صحيح ام غير صحيح فاذا كان صحيحا نجري قواعد المسئولية واذا كان غير صحيح يبقى لا محلة لتصدير هذا الى المجتمع انه نقابة المحامين حرامية وانه احد اعضاء مجلس النقابة حرامي وانه بيرتشي وانه واخد ربعمائة الف جنيه هذه مسألة لا تليق ولا تجوز وغير مقبولة ولن اقبلها لن اقبلها انا تلقيت الان ممن انزل هذا الفوست ثم سحبه من اعتذار صريحة وقام وقام بتوصيلي بعد حلف اليمين وقبل رأسه واقر بانه قد تبين له عدم صحة هذه الاجذوبة وانه سوف يعلن هذا وسوف يعتذر عنه لكافة المحامين وربما استطيع ان اقول انني واثق انه سيفعل لاني لمست الصدق في اعتذار والاعتذار بالحق فضيلة والعودة الى الحق فضيلة وانا مش جزار انا قائد مجموعة كبيرة جدا من الفضلاء من الفضلاء انا لا اتميز عنهم بشيء اللي انني ارأسهم فقط ولكن مثلهم مثلي ومثلي مثلهم انت قال كلام يرمي الى المساس بعضو المجلس الاستاذ محمود الداخلي وانه في اربع حالات قطنيل وطبعا حضراتكم عارفين انه الكلام ده قاله الاستاذ عمر هريدي وهو موجود وعلى فكرة لما تحققت طلع جميع الحالات محل الحديث محمود الداخلي لا على قتله باي واحدة منها وهقولك دلوقتي وده مش عتاب الاستاذ عمر هريدي ده بس بوري انه احيانا ما يتردد ممكن يوصلنا الى حكم على الامور غير صحيح فاذا حكمناها جوا بيتنا نقدر نعالجها خرجنا بها عن ناس شوهنا سورتنا ابني الذي اعزه واقدره استاذ عيسى ابو عيسى طلع منه برضو حكتين ثلاثة انا مش حاولهم لان احنا تحدثنا تليفونين واتفقنا على ان ما لديه يقولوا داخل ايه المجلس ويقولوا الى النقيب انا لا اعرض ولا اصادر على احد انما لازم سورتنا تبقى حلوة واستعرضنا هذا ما يتردد فكان القرار الاول القرار الاول في هيئة المكتب مبارح انه لا يجوز بتاتا لاي عضو من اعضاء المجلس ان يتحدث في شأن النقابة واعمالها واعضائها الى اجهزة الاعلام او الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعي دون اخلال بحقه الكامل في ان يطرح كل ما يشاء من اعتراض ومن نقد ومن اتهام داخل نقابة المحامية وافقت هيئة المكتب بالاجماع على هذا واختاروني ممثلا او متحدثا شخصيا باسم النقابة لنضمن انضباط الامور وصيرها في المصار الصحيح كان هناك ملاحظات على بعض طلبات او مظالم او شكاوى مقدمة باسم النقيب وان بعض الزملاء كان يؤشر عليها بتوجيهها الى جهة ما دون الرجوع الى النقيب وقلنا ان الموجه الى النقيب لا يبت فيه ولا يحيله ولا يوجهه الا شخص النقيب واتفق على هذا وطلفة لأنها ده اتهام خطير ده اتهام خطير فا استبانل الان اربع حالات اللي قال عليها الزميل وانتواع فينه طبعا الأستاذ محمد كركاب 40 ألف جنيه الحالة الأولى حالة رائد شرطة حازم أشرف عبدالغاني الهراس أنا جبت الملفات من النادي النهر لأنها مروحة أساسا غلط لأنها مش موقعة من النقيب ولازم النقيب هو الذي يفعل هذا القيد فهي مش موقعة من النقيب وأنا أنظرت مبارح محمود فاهمي بجزاء شديد إنما لقيت تأشيرة منسوبة إلى الأستاذ حسيني الجمال كل عبارتها قبول الأوراق طبقا للقانون هذه التأشيرة ليست قرارا ليست قرارا ده هو بقول تقبل الأوراق يعني خذ الورق زي ما بروح أعمل طعن بالنقد وقدم أسباب بيديني وصل بإيداع الأسباب إنما مش هذا ما هوش قبول الطعب ده إيصال بإيداع الأسباب أو إيصال بالتقرير بالطعب وليس إيصالا بقبول الطعن بمعنى الحكم فيه بنقد الحكم فالتأشيرة دي الخطأ خطأ محمود فاهمي إنه بعتها لسببين السبب الأول إنه تأشيرة الأستاذ حسيني الجمال ما هياش قرار بالقيد ولا يوجد توقيع للنقيم يبقى دي ما تروحش النادي النهري أساسا ولما راحت ركنها نبي صلاح حشان يرجعها لي ورجعها لي يبقى دي حالة دي حالة ده لا اتخذ فيها لمئة ألف جنيه ولا مئة ألف مليم ولا محلة لأخذ شيء دي واحدة التانية موضوع كانت عرض علي خاص بمحمد هشام محمد سامي محمد وده بشوف لكم بس صفته قبلت استقالته ده من رجال القضاء والنيابة العام تعالفين طبعا القضاء لما حد بيطلع بيحبوا الجملوه يعني لو كان طالع صلاحية أو غير صلاحية بيدوروا الشهادة اللي ايه العامة اللي ايه ما تتعهوش يعني فهنا عندنا حساسية في الحتة دي او انا شخصيا احب استوسخ لانه انت عاوز تجامل رجلك بس انا مش عاوز اهد ايه نقابتي فلو اللي جاي ده عامل عاملة يروح بعيد عني فانا بصيت لقيت الشهادة المرفقة يعني عيمة عيمة فانا الشرط عليها في عشرة خمسة ايه التأشير ايه عشرة خمسة الفين وعشرين الى وزارة العدل قلت للتكرم بالافادة عن الاثباب التي دعت الى الاستقالة يعني انا بفتش عالجزور ليتسنى لنا اعمال القواعد والضوابط عشرة خمسة الغلطة التي حدست برضو محمود الدخلي بعيد عنها خالص اشان برضو ادي في كل واحد حقه الذي اشر هو الاستاذ ابو بكر الضو وهو في هذا قد اخطأ خطأ شديد انا بقوله هو قاعد لانه كتب تم تنفيذ المطلوب اليوم بتاريخه اتناشر سبعة انا موجود الفين وعشرين ولا مانع من قبول طلب الالتحاق اولا السبب او المطلوب انا الذي اقدر لغيري اللي جاني ده يعبر عن اللي انا عاوزه ولا فيه تزوير فانت احلت نفسك محلي في تقدير العذر صح يا استاذ بكر وهذا لا يجوز ثم انت احلت نفسك محلي في التوقيع ودون العرض علي ومحمود فهمه اخطأ بانه بعد ده بالحالة دي للنادي النهري واحسن نبيل صلاح في انه لم يفعل هذا ولا يزال هذا معلقا انتظارا لقراره حالة التالتة حالة خاصة بمحمد سليمان ابراهيم الموجي وده حضراتكم ظابط شرطة وكاتب النوم عامة جسيل قانون جنائي جامعة القاهرة ودكتوراه من الجامعة الامريكية بولاية مش عارف ايه كده يعني الشكل كده لا غبار عليه ولكن القبول مهنود بالنقيب فهو في انهاء خدمته بتقول ايه لم يصدر ضده احكام تقديبية اللي هي بالشهد الداخلية الرب اولا عميد بالمعاش مش لوة فيش لواء يعني حتى الام ما فيش لواء الاحكام التقديبية لم يصدر ضده احكام تقديبية لاسباب ماسة بالشرف والامانة طوال مدة خدمته والحتة التانية انهاء الخدمة صدر القرار الوزاري رقم كذا بانهاء خدمة سيادته من وزارة الداخلية اعتبارا من واحد تمانية 2019 لردبة تعميد بالمعاش ظاهره واضح انه ما فيش حاجة غلط يعني ولكن الذي وقع على هذا هو الاستاذ حسين الجمال في اربعتاشر سبعة انا بس بحكي يعني ما هواش ما هواش محمود الداخل والاستاذ حسين الجمال وحنا بنتكلم مبارح بيثبت انه المضمون صحيح فانا قلت للاستاذ حسين الجمال انا لا اتحدث في الموضوع انا اتحدث في الشكل هذا الكلام لا يعتمد الا بتوقيع وقرار النقيب وقد اختلف مع مع الاستاذ حسين الجمال او مع غيره في الرؤية او في التقدير يعني انا مثلا ممكن اقف او توقفني لان انا رجل بتاع جنائي في عبارة قد ياخذها غير بحسن نية وانا ما اخذهاش بحسن نية العبارة بتاعت ايه لم يصدر ضده احكام تأديبية لاسباب ما سب الشرف مفهوم المخالفة انه قد صدر ضده احكام تأديبية احب اعرف يعني لما يتعرض علي انا احب اعرف قل لي ايه الاحكام التأديبية وعن ايه وانا اللي قدر مسه او مش مسه بالشرف مش انت يا داخلي دم انا واثق ان الاستاذ حسين الجمال واخد القرار بمنتهى الشفافية ومنتهى الاحترام ومنتهى الامانة ده رجل من افضل من رأيته في حياتي من افضل من رأيته في حياتي نزاهة وجدية وكرامة واستغناء حالة الرابعة بتاعة محمود خالد محمود احمد الخمري وبرضه الموافقة من الاستاذ حسين الجمال واساس خروجه طلبه الاستقالة يعني ظاهر بوضوح جدا انه لا محلة ولا تفريبة على الاطلاق فيما عدا انه كان ده يجب انه يعرض عليها عشان انا اعتمد للتوقيع يبقى حنقول انه ما نجاي لحضرتك فهنا الخطأ خطأ محمود فهم ليه لان محمود فهمي عارف انه علشان ده تتصدر للنهر لازم النقيب يعتمد فالخطأ الكبير خطأ محمود فهمي محمود فهمي لو قال يحسين بيه الجمال لازم اعرضه عن النقيب مش حيمن انما هو اخده من حسين بيه الجمال وراح بعته انما عمل ما هو انيل لقيت حالة دي بقى خمسة مش اربعة بقى دي حالة خمسة منجعها الهسين الجمال ما عليها اي توصية خالص يعني بعتها محمود فهمي ما عليها اي توصية بعتها خمسة سبعة الفين وعشرين محمود فهمي قاعد اهو فين محمود فهمي اهو انا قلت له ايا محمود هو قاعد قال لي دي ساتك دا كان فيه كشف كشف وقعه ساتة النقيب بعدة اسماء فانا فتحت لقيت فيه كشف فيه عدة اسماء واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تنتاشر اربعتاشر اربعتاشر اسم كل اللي على الكشف فوق السيد الاستاذ مدير ادارة لجنة القيد والقبول مفيدكم بقرارات مجلس النقابة العامة للمحامين الصادرة بشأن طلبات القيد الخاصة بالمتقدمين من وزارة الداخلية الشرطة بجلسة والجلسة على بياض سنة 2019 والاسماء وغير مدون قدامها قرار اللجنة او قرار المجلس وتحت توقيع بلا تاريخ للاستاذ سامح عشور النقيب السبب يا استاذ محمود يا فهم هذا كلام موقع الاستاذ سامح عشور 2019 على كشف ازاي تبعته 15 سبعة 2020 دون ان تعرضه على النقيب هذا كلام تساءل عنه وسوف اسألك قانونا لان هذا عبث وعلشان هو عبث واللي استقبل هذا الورق بيقدي عمله بامانة احييه عليها زم يقبل وبعتلي الملف زيادة عن الملفات الاربع الخلاصة اللي عاوز اوضحها اولا من حق محمود الداخلي علي وعلينا ان نسجل انه لا علاقة له بتاتا بالاربع او الخمس حالات نمر اتنين انه لا محل اطلاقا للتشكك مجرد تشكك في نزاهة وشفافية واستقامة الاراء التي وضعت على هذه الطلبات رقم ثلاثة ان هذه الطلبات لم تفعل ولا تزال قيد العرض على الاستاذ النقيق هي امنين بقى اللي نشر وقال ده اتخذ في كل طلب مئة الف جنيه لما اقول كلام زي ده اقوله جوه بيتي ما اقولوش بره بيتي ادي واحد ولما اقوله جوه بيتي لازم اقدم ادلتي وحدد مين وقدم ادلتي لان احنا مش بنلوي سمعة نقابة المحامين لا احنا عاوزين الاصلاح والاول واحد عاوز الاصلاح عاوزين الطهارة وانا اول واحد عاوز الطهارة انما لا نتشاتم ولا نتبادل الاتهامات لمجرد تبادل الاتهامات او لمجرد يعني التحضير لسحب السقة من نقيق طب انا مالي يعني عاوز سحبها مننا ليه طيب انا مالي وانا خلقت اللي تعود تعود فيها لما خلقتش حد ومع ذلك أنا أقبر جميع ولا أتخلى عن رجالي هم رجالي وأنا بهم ومعهم ولن أتخلى عن أي محامي زميل في مجلس النقاب بوضوح هذه هي الرجولة التي تعلمتها ولن أفارقها لن أفارقها ويخسب للأستاذ محمد تركاب أنه قد حضر جلسة حلف اليمين اليوم أنه قبل الجلسة أبدأ استعداده لتقديم أو لوضع بوست يسجل فيه أنه استبان له عدم صحة ما نمى إليه وأنه يعتذر للمحامين عنه أنا عارف فن أنا عارف أنا أقول حاجة أكتر من كده بحسبها له ثم هو جلس على المنصة واسمعني أنا بتكلم مع المحامين للمرة السادسة ولم أكرر صح به كل جلسة مختلفة لأني أقوله مختلف فهو أنا شايفه بجنب عيني هو محمد كركاب مع حفظ الألقاب أحد منبهر ولم يملك ونقايم إلا أن يتفضل أقوله خلي بالكم يتفضل 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 أن ده فضل يقوم وياخد إيدي في إيده عشان يسندني علشان يرجعني لأن أنا اعتذرت لحسين الجمال مع حفظ الألقاب أن أنا لازم أجري عشان ورايا مهام هنا لازم أجري أشوفها ودخل يبمسندني ومحتضني لغاية الأوضة جوه الخلفية وأنا بقوله ومشكورا ومتفضلا قبل رأسي وأقسم أنه يحترمني محاميا ونقيبا ولا يحمل لي أي ضغيضة قلت له أنا واسق أنك لا تحمل لي أي ضغيضة وأنك تحب أنه لأن أنا تحام أنا ما تكرهش أنا كل اللي زعلان منه كذا قال لي أنا هقدم لإعتذار وأنا كذا قلت له يا دار ما دخلك شر وأنا لا أحمل لك أقل لك كل تقدير وموادة صح يا محمد به وانا عاوز الإيضاح ده يطلع للمحامين لأن أساسا أنا هدفنا صورة المحامات وصورة مجلس نقابة المحامين ده في الحديث النبوي للنبي عليه الصلاة والسلام كل البشر خطأون وخير الخطأين التوابون ومن قالت السيد المسيح عليه السلام من كان منكم بلا خطيئة فليتقدم ويرمها بحجر فانصرفوا جميعاً نحن كلنا معرضين إنما لازم نحاجي على بعض ولازم نسامح بعض وححكي لكم قصة في ولاية أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب التهمة المغيرة ابن شعبة وهو أحد الصحابة الكبار بأنه شهد وهو يباضع امرأة هذه كارثة أن ينسب إلى أحد الصحابة أنه باضع امرأة فيكون جزاؤه الرجل وهذا هدم للإسلام نفسه فجلس عمر بن الخطاب يحقق ثلاث شهود أيدوا الواقع ثلاث شهود أيدوا الواقع داخل الشاهد الرابع اللي لو شهد يكتمل النصاب ويوقع الحد شوفوا حضراتكم الفاروق عمل إيه عشان ما حدش يؤخذني حدش يؤخذني ده حريص عليكم كلكم خلى داخل عليه زياده ابن أبيه وقال له كده أرى رجلا على سمته أن الله سينقذ به واحدا من المسلمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ده بيقوله إيه خلاص وفعلا تلجلج في الشهادة فصرف الأمر دي الحكمة دي الحكمة والدنيا مش هتتهد لو أحد غلطان عفوتوا عنه ده إحنا عندنا العفو في القرآن وفي الأناجيل ده فضيلة خلاص فأنا يبقى ده الحاجة التانية وكان القرار أن المجلس مشكورا أو هيئة المكتب يعني فوضتني في حل هذه المشاكل وأنا أنا قلت مبارح للزملاء أن الذين يتقولون بأن زميلي عضو المجلس أو وكيل المجلس الأستاذ عمر هريدي كان أو أحد أعوانه أو أحد مساعدية أو أحد رجاله يحمل بندقية تنقلية قلت له أذكرك بأحكام أحكامة الناط أنه لا يجوز بأحد الناس أن يعرفه لا عيار السلاح ولا نوع السلاح وأن مناط هذا إنما العرض على المختصين الفنيين من واقع المعينة وبالتالي لا يستطيع أحد أن يتحدث عن نوع ما يقال إنه كان يحمله أحد من المصاحبين للأستاذ عمر هريدي والأستاذ عمر هريدي مشكورا أعطاني الحق في أن أراجعه وأوضح لي وقبلته إضاحة قبلته وعيا ومقدرا أنه لم يكن في قصده بتاتا أن يؤذيها أحدا وأن هذه الحراسة التي تسير معه في جولاته الانتخابية لمجلس الشيوخ وأنه فهم أو التبس الأمر على البعض وأنا برضو قبلته هذا وأنه على استعداد لأن يعتذر إلى المحامين وإلى مجلسهم وهيئة مكتبهم عما تسبب فيه من التباس لم يكن مقصده وهذه أيضا مكرمة من الرجال أحب باسمع بقى زميلي الأستاذ عمر هريدي أنا عاوزك تقول له مشان اللي أقول أنا قلت بس عاوزك تقول أكيد لحضرتك للجولة أنا رألون أحمد سلاحها مرخص المحيدين بقى مصر اللي لديه في رخص السلاح أربع فتع سلاح طبانجة تبخيص السلاح بتاع عراقه 695 صادر من اسم أسر النيل بطبانجة اسميس أمريكي وسلاس بندقيات واحدة رصاص واثنين خرطوش اللي كان معايا خالد هريدي وهو ليس أحد غريب عن الأسرة ولا العائلة بل هو بمقام ابن العم نحن نتجول في انتخابات في العاصمة القاهرة ولدينا خصومة سائرية والجميع يعلم بهذا وهذا السلاح المرخص مسموح لي بحمله في كل مكان حتى وأنا أجلس الآن الطبانجة في ظهري لأننا لي ظروف خاصة على المستوى الأسرة والجميع يعلم هذا فوجودي في النادي النهري على هذا النحو اللي قرر أو التبس على السادة الزملاء كان أمر اعتدته عليه سواء كنت في مركز البداري أو في محافظة أسيوت أو في القاهرة أو في أي مكان في جمهورية هذا الأمر قد التبس على الحضور لأنهم لم يعتادوا دخول أحد بهذا المنظر حامل لسلاح مرخص يحمل رقم 695 صادر من اسم أسر النيل وأنا أستأذن حضرتك يا سادة النقيب يا فندم أنت صادر حيني أنا فندم أدي رخصتي السلاح لأنهم أربع قطع سلاح أدي رخصة فيها ثلاث ثلاث بندويات وأدي رخصة المسدس وصدر لي باعتبار عظمك الشعب فوجود هذه الأسلحة معايا هو أمر اعتدته كابن من أبناء الصعيد وأفخر به لأننا في الصعيد بنفخر ونزه بحمل السلاح المرخص وليس السلاح الآخر فوجود ساعة الرئيس في في النادي النهري أو في النقابة حالية أو في كل مكان هو أمر وفقا للشرع ووفقا للقانون الذي حملت هذا الترخيص من وزارة الداخلية ولم يكن الغرض منه كما روج له ولكن في النهاية برضو إذا كان ارتبس الأمر على بعض من السادة الحضور أو من السادة الزملاء فكل الاحترام لشخص ساعتك سيد النقيب العام الذي نقلنه له كل احترام وتقدير كل احترام لهيئة المكتب سادة الزملاء أعضاء المجلس الاحترام لكل السادة الزملاء في عموم جمهورية مصر وأفخر أننا محامي أنتمي إلى مهنة المحامة وأمارسها منذ أن حصلت على لسانس الحقوق حتى هذه اللحظة ألف شكر وألف تطلب أنا شكرا وألف مفور من هذه المكتب لأننا أتعامل مع هذا الأمر أنا أولاً أشكرك على هذا الإضاح وعلى هذا الاعتذار الواضح لي فقط توصية أحب أن أنقلها إليك بكل المحبة والتقدير احمل السلاح حينما تشاء ولكن ليس في نقابة المحامين ولا في أي مرفق من مرافق نقابة المحامين وأنا واثق من وعدك لي بأن هذا لن يتكرر مرة أخرى شكراً يا فنم نحن 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 جميعاً في حماية الله سبحانه وتعالى وأنا أب لكم جميعاً وأحمل لكم كل تقدير بقي أن أقول لصديقي الأستاذ ماجد حن ولصديقي أو لمشروع صديقي الأستاذ عيسى بويسى ولصديقي الأستاذ محمد عبد العظيم كركاب أنني أنتظر منهم مزيداً من المعاونة وأنني في حد تاني نسي محمد نجيب موجود لا محمد نجيب ما عزش لا محدش هيعقب معلش محمد نجيب أنا ما قلتوش لأن محمد نجيب فعلاً أنا بنتظر منهم مزيد من المعاونة وأنا قلبي مفتوح للجميع وعارف إمكانيات كل واحد فيهم ومن حق برضو الأستاذ ماجد حنة علي أن أسجل له أنه منذ دخلت هذه النقابة وهو لا يحرمني من نصيحته ومن خبرته ومن تعاونه ويوافيني دائماً بما يساعدني على أداء أعمالي فدوره محفوظ ومقامه محفوظ ومكانه محفوظ والأستاذ عيسى بعيسى دوره محفوظ ومكانه محفوظ والأستاذ محمد عبد العظيم كركاب دوره محفوظ ومكانه محفوظ الأستاذ محمد نجيب طبعاً وأي زمين من الزملاء أتمنى على الله أن يكون معنا لأن هنا لا لمأرف شخصي أنا قد شبعت من الدنيا وأريد أن أختم حياتي بما يرضي ربي وهذا هو فصل الختام بالنسبة لي فأنا حريص أن أودع هذه النقابة وأنا مرفوع الرأس قد قدمت لكم وللمحاماة قصارى ما أستطيع لإصلاح الأمور أسأل الله لكم التوفيق جميعاً وللمحاماة والمحامين التقدم والإزدهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر